بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية المستوى التاني الجزء الخاص بالمعادلات الجبرية والمسائل الرقمية نحل النهاردة بإذن الله مع بعض المسألة التانية في السلسلة دي احنا قلنا المستوى التاني جواه سلاء جواه قوايام تشغيل كل قايم التشغيل بتتكلم عن نوع معين من المسائل الرياضية وهكذا جميع المستوىات وصلنا للمستوى الرابع وشغالين فيهم مع بعض بالتوازي فخليك مسحصح معايا المسألة التاني جميلة جدا وسهلة وهتعلمك مبدأ بص يتكرر اكثر مما تتخيل مبدأ يعني يتكرر كتير قوي بيقولك لو عندنا رقمين A و B اعداد صحيحة او مش صحيحة كسرية او مش كسرية موجب او سالم يعني اعداد وخلاص اعداد حقيقية يعني ممكن تكون موجب سالم ممكن تكون كسور اللي تحبه بيقولك A زائد B مع ان المسألة على الفكرة اللي موجودة على النت في اغلب الماكن بيقولك A وال B اعداد A انتجرز اعداد صحيحة عايز تحلها كده تمام عايز تحلها كده تمام بس يترتب على الحل اختلاف بسيط هقولك علي دلوقتي في اللي ايه واحنا منحل يقولك لو A زائد B زائد 2 في FB بيسوى 8 اوجد قيمة A زائد B على بعض ماشي يعني هات قيمة A وال B الوحدهم على الفكرة ايه از اقولك انا عشان تحسن مجموعهم هتضطر تجيب الاتنين مع كل واحدة فيهم لوحدها لانك مش تقدر تحسن ده اجزاكت كده كقيمة كرقم مباشرة مش تعرف ايه زائد B على بعضها مش تعرف هتضطرها عشان تحسن تحسن تجيب ال A لوحدها وال B لوحدها هتلاقي الحل مكتوب هنا باختصار صفحتين فقط فخلينا نروح على طول عن ال A على البورد ووريك هيتحلس زاي هتتحلس زاي تلك المسألة احنا عندنا معادلة هاي خلينا نخلص اهي وعايزين قيمة ال A وال B احنا لسه كنت بصور فيديوهات ايه فيديو في المستوى الرابع فخلينا ننزل في صفحة فاضية طيب قدني المسألة بيقول لك لو A زائد B زائد 2 A B B سو 8 احنا عايزين يعرف قيمة ال A بكام وقيمة ال B بكام الموضوع سهل جدا عايز اقول لك والله هيتكرر كتير قوي قدامك فانا زي ما قلت لك بضيف لك افكار وبضيف لك طرق جوه مخك تفتح لك مسارات للتفكير جديدة ما كنتش هتفكر فيها لوحدك اه باختصار احنا عايز اقول لك والله الفكرة دي كانت بتجيلي زمان ابدو معرفها كمعلومة هي مبدأ منطقي مباشر هورغولك لاتي وازاي بيجي في دماغك على طول انا كنت بحل المسألة دي ازاي وعلميا بقى هي بيسموها ايه في الكتب خلينا اقول لك انا كنت بحلها ازاي كنت بالويم كده بالحب يعني كنت بقول الايه ماشي الايه موجودة مرتين موجودة هنا موجودة هنا ونفس الكلام البيئة موجودة مرتين موجودة هنا وموجودة هنا في واحدة منهم هحاول اخدها عامل مشترك كومن فاكتور قلت سيبي الايه زي ما هي انا عملت كلمة نفسي اما جيت حل المسألة دي حتى وخدت البيئة عامل مشترك اتفضل ايه اتفضل واحد زائد اتنين ايه بيساوي تمانية انا بقى بحاول اعمل ايه انا اقول لك ليه حاولت عاملها بكده لانها اتكررت معايا كتير وكل مرة كنت وفكر نفس التفكير كنت بحاول اكون القوس ده برا هنا عشان لو كونتو اخد القوس كله عامل مشترك طب ازاي اكون القوس ده برا سهلا انا عايز القوس ده يتكون برا وهو عبارة عن واحد زائد اتنين ايه انا عايز اخلي دي اتنين ايه يعني اضرب المعادلة كلها في اتنين ادي اتنين ادي اتنين ادي ستاشر اهو دردنا كله في اتنين بقى عندي اتنين ايه طب سهلا عايز جنبها واحد ياعم ورد زائل نفسك ه perfil 3 يนسل على الجسال تضيف الいき يارتون انظري لإطلاقة han 2 اسم يارتون 2ه ضد 1 يمكنك تكون الثقيلة الأصغر أسمى 2ه زاد 1 من الولد Julian يارتون الاجتماع من الاجتماع أضمن الاجتماع فالولد كما أنه هو 2ه زاد الواحد ستق mango 1 يأكد derivative هيتفضل من هنا ايه ده هيتاخد عام مشترك هيتفضل لجنبيه اللي هو 2B بس كده يبقى 2A زائد واحد في 2B زائد واحد ممكن نكتبه بقى انت شكل انضف 2B زائد الواحد على الموضوع ده عملته اكتر يعني عدد من شاعر راسي تقرب معي فاسائي كتير او من قام سنوي حتى بي ساوي 17 بس وكده قربنا اوي من حل المسألة تقولي طب ايه اللي كسبنا يعني كسبنا الصلاة على النبي ايه اللي احنا عملناه كده بدل ما كتجمع حاولناها لضرب اقول لك اه ده مفيد جدا خلي باك من حتة مهمة اوي المسألة هنا بيقول لك حل لي المسألة دي وهات قيم A و B اللي اتحققها لو هي جمع سؤال بس انا لو قلت لك دلقتي هو A زائد B A زائد البي بي ساوي 7 على سبيل المثال احتمالات A و B كم احتمال هل ينفع اشتغل حل المسألة دي بالاحتمالات تقولي لا صعب اوي لان ال A و B كده هو ممكن يبقوا عبارة عن ان ال A مثلا بواحد خلينا نقول ال A بصفر وال B بسبعة ادي اول احتمال ممكن ال A بواحد وممكن ال B بستة لو جمع تم بيديك سبعة ورده ممكن ال A باثنين وممكن ال B بخمسة شوف كم احتمال هيتطلع احتمال كتير قوي ده بقى كل ده لو ايه ده لو اعداد صحيحة مبالك لو كسرية هتبقى مصيبة تبص بقى لو انا قلت لك كده هو لو انا قلت لك نفس المسألة بس قلت لك بدل جمع قلت لك كده هو ال A في ال B بيساوي سبعة اللي احتمالات بقت اصغر بكتير قوي عارف ايه ليه لانا اولا السبعة ده عدد اولي فهيسهل عليها الليلة جدا ممكن اقول وحتى لو مش اولي هيبقى ليه برضو عدد محدود من الاحتمالات السبعة عبارة عن كامل عبارة عن واحد في سبعة لانها اولي او ممكن نقول استنى القلم بيعلق كتير انا ازهقت عافش اعمل ايه والله يا الرجل روحت عملت نسخة بواصل الجهاز او ممكن نقول انها عبارة عن سبعة في واحد عشان يعني تبقى دي بدل دي وممكن نقول انها عبارة عن سالب واحد في سالب سبعة او سالب سبعة في سالب واحد فيش احتمالات تانية خالص هو ده سبعة السبعة عدد اولي فكده يا اما الا6 بواحد الا7 سبعة وا Même الاذ 7 وال razem الجاي بسالب واحد وأن走 aufs7 وأرى اردنا olhos checked جيبنا اربعة احتمالات في سانية لان لان الدرب بيسهل عليك العملية جدا الدرب لما يكون حصل الدرب بيسوي رقم خاصطا لو رقم اولي اللي لاحتملات لها تص falando الحل احتمالات محصورة حجا من الم competitions íliaala 4 دول يا الرقاء العرد الاولي هو ايه العدد المقبلش الاسم خاصة على نفسه ع الواحد يعني أي عدد برايم أي عدد أولي نظل بي مثلا ده بيقع عبارة عن حصل دربة حاجتين واحد في نفسه أو نفسه في الواحد أو سالب واحد في سالب نفسه أو سالب نفسه في سالب واحد مفيش احتمال غير دول أربع احتمالات لا خامسة لهم افهم كده فلو تلعلك عدد أولي وبيسوي حاجتين مضروبين في بعض اعرف ان الحاجتين دول لهم أربع احتمالات ملهمش خامس خلصنا المسألة فان هنا عملت ايه انا قلت والله الشكل الجامعي ده ليه احتمالات كثيرة جدا مش عارف احسب منه الايه والبي فقلت طب ما قدام بالنظر كده بص الحبل بيسلم بعضه خطوة بتسلم التانية والبي مشتركة من الترمين دول ما ناخدها كومن فاكتور خدتها قلت طب ما خلي القصة كله يتكرر برا ما نقدر اعمل ده لما اتكرر خدت القصة كله كومن فاكتور تلع القصين مضروبين في بعض وقدرا اللي عمل المسألة هو قاصد خلى النتج عدد اولي 17 رقم اولي لو انت متعرفش فصباح الفل يعني السبع الصور دي عبارة عن كم في كم عبارة عن واحد في 17 او 17 في واحد او سالب واحد في سالب 17 او سالب 17 في سالب واحد ما فيش احتمال غير الاربعة دول اربعة احتمالات لا خامسة له يبقى اما القص الاول ده بيساوي العنصر الاول والقص التاني بيساوي العنصر التاني او الاول بيسوي الاول وتاني بيساوي التاني وهكذا اغتاال تحسي بربع احتمالات تعال نشفها يساوي كم في كل احتمال بسهل خلص يعني اول احتمال ان الاتنين اي زائد الواحد بيساوي واحد يبقى الوحد يروح مع الواحد وطلع لكي كالى nastro وفي نفس الوقت الاتنين بي زائدي الواحد بساوي السبعتاشر وده الواحد بي إdigوا مهما الاحية التي بيانية onymous 16 تص restaurant twice أتل ما البي Clo Pjdopp 8 و 2B زائد الواحد يساوي السبعتاشر بالتفصيلة هنا. هذا سيذهب مع ده. يتفضل لك 2A يساوي صفر يبقى ال F صفر أولا. حسنا. وهنا الواحد يذهب إلى النحاء الثاني يبقى 16. 16 على الاتنين يبقى ال B بكام بتمانية. فباختصار شديد ده اللي أنا عملته الآن حالا. حسنا. هذا أول احتمال. خلي بالك وساعتها ال A زائد ال B بكام. A زائد ال B بكام بتمانية. هذا المطلوب في المسألة أصلا. حسنا. الاحتمال الثاني أن يكون القص الأول هو ال B بسبعتاشر. يبقى ساعتها ال A هتقاب كام. 2A زائد واحد بسبعتاشر يعني 2A بساوي ستتاشر يعني ال A بالساوي تمانية. نكتب تمانية. حسنا. و 2B زائد واحد بساوي واحد يبقى ال واحد مع ال واحد يروح ويتفضلك أن ال B بصفر. برضو مجموع ال 2 هي برضو كام. عشان كاب طلب منك المجموع عشان يبقى الاحتمالات أقل يعني. يبقى المجموع برضو تمانية. أو أن ال 2 يساوي بالسوالب دول. يبقى ا 0A زائد واحد B ساوي سلب واحد ودد دل ناحة ثاني يبقى سلب اثنين. يبقى ال 2A بيتساوي سلب اثنين صحيح يبيعني ال 2A تساوي سلب واحد ونفس الكلام 2B زائد واحد قد يساوي سلب سبعتاشر. وادي دل ناحة ثاني يبقى السالب 18. فيسالب سرع على ال 2 بطريق يبقى ال B بكم بسالب تسعة؟ يبقى مجموعهم بسالب عشرة. بس ادي التالت حل التالت طب اخر واحد لما نحكس لتنين دول مكان بعض هيطلع لك نفس القيمتين اظن انت تفهمت هطلع لك بدل الاي بسلب واحد والاي بسلب تسعة يطلع لك الاي بسلب تسعة والب بسلب واحد مجموعهم هيظل سلب عشر يبقى تقول له ا زائد البي استنى ا زائد البي بيساوي تمانية او الاي زائد البي بيساوي سلب عشر وهو المطلوب اثباته خلصنا المسال ومعلومة لك قبل ما اقفل المسألة اللي احنا عملناه فوق ده ان احنا يعني حاولنا الجمع بتاع المعادلة بعدين خدنا لعم المشترك حاولناه في الاخر اللي حاجتين مطلوبين في بعض العملية دي بنسميها اكمال المستطيل وهي منطقية جدا يعني حاجة حاجة جيومتريك قبل ما تكون الجيبريك اللي هي عبارة عن اي فاكر اكمال المربع الكمبيت سكوير قوي بنعمل اي فيه لما يكون عندي اكس سكوير مثلا زائر اثنين اكس بيساوي صفر فقابل نقول حاجة حلوة اوي قابل نقول ممكن تقم خلي تعمل اكمال مربع ايه اكمال المربع اني تقم زود نص المعامل الهنا ده تربيع نصه كام واحد تربيع واحد برضو زود واحد وزود واحد على الطرف التاني صح كده الشكل اللي حصلت عليه هو عبارة عن اكس زائد واحد الكل تربيع بيساوي واحد صح كده ابدأ كامل بقى الانت عايزه اين كنت عايز ايه اللي انا عملت هذا عملت ايه حولت شكل فيه جمع حاجات مجموعة على بعض لشكل فيه حاجة متربعة حاجة متربعة يعني ايه ضلع واحد ومتكرر قده بالزلط فدربناهم في بعض دربعناه اوه مربع يعني مربع طول ضلعه اكس زائد واحد وبالتالي ده برضو اكس زائد واحد فمساحته اكس زائد واحد لكل تربيع ده بنسميه اكمال المربع كان مفروش بالشكل ده حولناه لترم واحد متربع طب المستطيل الفرق ما بينه وبين المربع ايه ان بدل ما المربع الطول قد العرض بعدما تربع مربع اكس اعمل نفس ما 구uringه اعمل نفس اللي عملته في اكمال المربع هتقوم مزود اللي خليك تعرف تاخد عمل مشترك وتزود اللي خليك تعرف تاخد ايه كومن فاكتور لحد ما يطلع لك في النهاية خلينا نشوفها نحلها ازاي دي انا ما اعمل ايه شيل كل اللعبكة دي شيل شيل كله نفس المنطق بالظبط هتقوم قايل اقدر اخد مثلا الواي عمل مشترك هتفضل اكس زائد واحد زائد الاكس بيساوي صفر تم تزود واحد وتزود واحد ناحية تانية كده الاكس زائد واحد متكرر اخد الاكس زائد واحد دي عمل مشترك هتفضل واي زائد واحد كل ده بيساوي واحد وايش حياتك لان يبقى ده ده طول وده العرض او العكس يبقى ده اكمال مستطيل نفس المبدأ بالظبط شبه اكمال مربع اوه هتفكر احنا هتمنى نعمل سلسلة عن الحوار ده انت نفكر اكمال مربع دي يعني ايه يا عسان انا عايز اعرف تدماجك جابتها ازاي ما هي حاجة جيومترك البشر عبروا عنها هي مفهوم في الذهن ومفهوم في الواقع وبعدين عبرنا عنها بشوية رموز الموضوع ليس الا والله يا ابنى فلو فاهم الحاجات دي انها اشياء كده خيالية يبا انت محتاج تراجع نفسي لا الرياضة مش كده فاهم فكرة ايه فادي نفس الامر شفت الموضوع سهل ازاي عملنا لي عشان الرقم من الناتك في الاخر كان اولي فسهل اوي نحصر احتمالاته شوف المسألة تفهز ازاي سهلة اوي والله سهلة جدا كمان فاش اي اعجاز يعني فكده خلصنا المسألة دي واظن استفدت قولي في التعليقات وربنا معاك ويوفقك ويكرأ الخاتمة وانقابل فيما نسألك جاي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته